بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء وقال وزير الداخلية في برقيته إن النضان والكفاح الوطني لا يقف عند حد سحة المعارك وإنما يمتد إلى كل عمل مخلص وإرادة صلبة تتواصل مع عهد يتجدد على البذل والعطاء والتضحية لدفع مسيرة الوطن نحو التقدم والاستقرار كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسام عسكر رئيسي أركان حرب القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء قال وزير الداخلية في برقيته إن المؤسسة العسكرية تظل رمزا لتحدي والصمود والعطاء والزود عن الوطن والعرض ومهدل تضحية من أجل رفعة الوطن واستقلاله